اشتركوا في القناة والنص لقد جربت اللذائذ كلها فما وجدت أمتع من الخلوة بكتاب وإذا كان للناس ميول وكانت لهم رغبات فإن الميل إلى المطالعة والرغبة فيها هي أفضلها فليتعود التلميذ المطالعة وليبدأ بالقصص على أن يختار منها القصص البليغة الأسلوب العالية الهدف العميقة المغزى ثم ينتقلون من القصص إلى كتب الأدب فيقرؤون مثلا البخلاء للجاحظ وكليل وديمن لابن المقفع وصيد الخاطر لابن الجوزي وخير ما يقرؤون القرآن بشرط أن يفهموا ما يقرؤون فالقرآن أساس البلاغة في القول فضلا عن كونه أساس الهداية للقلب فليتعودوا بأن يقرؤوا كل يوم خمس صفحات لا يتركونها أبدا المهم حسن اختيار الكتب فالكتب مثل الأطعمة فيها النافع وفيها الضار ومنها المغذي المفيد ومنها السم القاتل ومنها ما هو سم ملفوف بغشاء من السكر فمن انخدع بحلاوة الغشاء قتله السم ومن أكل كل ما يجده يخلط به الحل والحامض والحر والحار والبارد أصابته التخمة وسوء الهضم ومن قرأ كل شيء صار معه سوء هضم عقلي ومن الكتب ما يدخل الجنة ومنها ما يدخل النار فلينتبه التلميذ وعليه أن يسأل من يثق به من المدرسين والعلماء وإلا كان ترك المطالعة خيرا منها حدد المميزات التي ينبغي توفورها في القصص التي يطالعها تلميذ بين ما هو أفضل شيء يقرأه التلميذ ولماذا اخترح عنوان مناسب للنص ابحث عن ضد ما يلي في النص السطحية فقدت اعرب ما تحتوي خط في النص إعرابا تاما صرف الفعل ما شاء مع الضمير هم في المضارع وعليل ما طرأ عليه من تغيير أنشئ جملة تحتوي على أحد حروف الجزم التي درستها ثم اضبطها بالشكل حدد محسن بديع من النص وبين نوعه بين نوع الصورة البلاي بيانية وحدد أركانها الكتب مثل الأطعمة فيها النافع وفيها الضار استخرج أسلوب إنشاء غير طالبي مبين نوعه الوضعية إن للمعلم دورا فعالا في تربية التلميذ وتعليمهم ما ينفعهم فهو يتحمل كل المصاعب والمتاعب بغية منحهم ما يحتاجونه في حياتهم الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير أكتب نصا توجيهيا لا يقل عن عشرة أسطر تبين فيه لزملائك الدور الفعال للأساتذة في تعليمهم وتهذيبهم وترشدهم إلى الأخلاق والأداب الفاضلة الواجب التحلي بها مع معلميهم موظفا الأفعال الخمسة طيب نشوفوا الحل تهذا النموذج المميزات التي ينبغي توفورها في القصص التي يطالعها التلميذ هي أن تكون قصص بليغة الأسلوب عالية الهدف وعامقة المغزى أفضل شيء يقرأه التلميذ هو القرآن الكريم لأنه أساس البلاغة في القول عنوان مناسب للنص أهمية المطالعة الأفداد سطحية ضدها عميقة فقدت ضده وجدته ينتقلون فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعي ثبت لأنه نموذج فعال الخمسة والواء وضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يسأل فعل مضارع منصوب بأنوى علامة نصبي الفتح والفاعل نظام المستطيع تقديره هو إنشاء جملة تحتوي على حرف جزم التلميذ لم يكتب الدرس تصريف الفعل ما شاء مع الضمير هم في المضارع هم يمشون حذفت لام الفعل الناقس في المضارع لأنه أسند إلى واو الجماعة محسن بديع من النص النافع والضار طيبق إيجاب صورة بيانية تشبيه تام الكتب المشبه مثل أدات التشبيه الأطعمة مشبه به النافع والضار هو وجه الشبه النفع والضر أسلوب إنشاء غير طلبي فمن إن خدع بحلاوة الغشاء قتله السم تعجو هذا نوعه التعجو طيب الفقرة ترابط الأفكار ووضوحها وتناسبها دور الفعال الأساتذة في جهة توجيه التلميذ حسن العرض وجودة الخط إلى غير ذلك طيب شوفوا نموذج ثاني نقرأوا النص بهر ضوء ساطع عيني سامر وسمع صوتا يقول له أهلا بك يا سامر بين أحضان الطبيعة أنا النور أحاديثك وأريد منك أن تكون مثلي ذهل سامر بما سامعه وقال أيها النور الرائع كيف لي أن أكون مثلك قال النور أريد منك أن تزرع البهجة والسرور في نفوس الآخرين قال سامر سأكون سأكون عند حسن ظنك أيها النور ثم سمع صوتا آخر من بعيد يقول مرحبا يا سامر أنا صديقك الجبل وأريدك أن تكون مثلي قال سامر أيها الجبل الكبير كيف لي أن أكون مثلك وأنا طفل صغير قال الجبل أريدك أن تكون ثابتا قويا قال سامر سأكون سأكون كلامك أيها الجبل جميل ارتفع صوت الخرير الماء من النهر مرحبا بسامر وطلب إليه أن يكون مثله وقال سامر كيف لي أن أكون مثلك أيها النهر دائم الجريان قال النهر كن مثلي مثابرا على العمل ففيه تحقق الأمل قال سامر سدقت أيها النهر العزيز سأثابر على عملي لأحقق أملي حينها حركت الأشجار أغصانها متبهية بثمارها فرحبت به وطلبت منه أن يكون مثلها قال سامر أيها الأشجار المباركة كيف لي أن أكون مثلك أيضا قالت الشجرة أريدك أن تتمسك بأرضك وأن تعطي بسخاء قال سامر نعم نعم سأفعل وعن أرضي للأرحل غمر نور مبهج عيني سامر فاستيقظ وإذا به يجد نفسه في سريره وعلى يمينه قصة الطبيعة معلم دائم اقترح عنوى المناسب للنص حدد ثلاث أخلاق تعلمها سامر من الطبيعة القصة خيالية دلل من السند على ما يدل على ذلك اشرح غامر سخاء ثم وظف كل منهما في جملة استخرج من النص قيمة تربوية أعرم ما تحته خطف النص أريدك أن تزرع البهجة نعرب كلمة البهجة كذلك أريدك أن تتمسك نعرب كلمة تتمسك صنف الأفعال الأتي إلى مجرد ومزد تمسك طلب رحب استيقظ ايتي من النص بحرف جواب وحرف تنبيه استخرج المحسنات البديعية من الجمل الواقعة بين قوسين في النص كن مثلي مثابرا على العمل ففيه تحقق الأمل أيها الجبال الكبير كيف لي أن أكون مثلك وأنا طفل صغير هذه نستخرج منها المحسنات البديعية سأثابر على عملي لأحقق آملي نشوفوا التصحيح عنوان مناسب للنص الطبيعة معلم دائم أو تعلم من الطبيعة أو الطبيعة تعلمني تعلم سامر من الطبيعة زرع البهجة والسرور في نفس الآخرين الثبات والقوة المثابرة على العمل التمسك بالأرض الدليل على أن القصة خيالية قول الكاتب فاستيقظ وإذا به يجد نفسه في سريره شرح الكلمة غامرة بمعنى مالأ وأفعمة التوظيف تغمرني سعادة عظيمة شرح كلمة سخاء السخاء والكرم والجود كان حاتم الطائي يعطي بسخاء تقبل كل شرح أن يصب في المعنى القيمة التربوية من النص التحلي بمكارم الأخلاق الإعراب البهجة مفعول به منصوب علامة نصبه رفتح الظاهرة على آخره تتمسك فعل مضائر منصوب بأنوء علامة نصبه رفتح الظاهرة على آخره والفعل ذا من المستطيع تقديره أنت أنت تتمسك أفعال المجرد طالب بينما الأفعال المزيد تمسك رحب واستيقظ استخرج حرف جواب وحرف تنبيه حرف جواب ونعم حرف تنبيه ها في قوله أيها وأيتها استخراج المحسنات البديعية من الجملة التي وقع بين قوسين أيها الجبل كبير وصغير محسن بديعي طبق إيجاب كبير صغير سجع كذلك سجع كن مثلي مثابرا العمل الأمل العمل والأمل سجع الجناس ناقص سأثابر على عملي عملي وأملي جناس ناقص بارك الله فيكم طيب شوفوا النموذج الثالث النموذج الثالث نقرأوا النص ها قد حل شهر الرحمة والغفران الذي ينتظره المؤمنون بكل شوق قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى السفار فعيدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هات فكرة عامة للنص ما هي المناسبة المفرحة المتناولة في الآية أذكر أهم المميزات للتميز في هذا الشهر وباقي الشهر التي تميز هذا الشهر عن باقي الشهر ما هي الرخصة التي قدمها الله لعباته إذا كان مريضا أو على سفر اشرح ما يلي الفرقان بينات بينات استخرج من النص أفضاد الضلالة تنكرون اعرب ما تحته خط في النص طيب ولعلكم تشكرون نعرب كلمة تشكرون شهر نعرب كلمة شهر قد حل شهر الرحمة نعرب الرحمة ثلاث كلمات نعربها استخرج من النص حرف زيادة حرف تنبيه أفعال خمسة ما نمط النص مع التعليل ما هو أسلوب النص مع التعليل استخرج محسن بديعي ثم سمه واذكر نوعه إن أمكن الأعياد فرحة للفرح والسهرور ولكن لا يكتملان هذا للأخير إلا إذا كان إلا إذا كان وجه بائس بيننا بمناسبة حلول عيد الفتر تنظمت مؤسستك برنامج لجمع الاحتياجات الأكل والشرب واللباس وتنزيعيها على المحتاجين وذلك بهدف رسم الساعدة في وجوه اكتب في 12 صدر الحوار الجماعي الذي جار بينك وبين أمك وأبوك حول هذه المبادرة الجميلة واصفا شعورك وأنت تساعد هؤلاء المساكين موظفا الفعل المجرد طيب نشوفوا الحل تحاد النموذج الفكرة العامة هي شهر رمضان هو شهر مبارك وجب صومه مناسبة المتناولة شهر رمضان أهم مميزات شهر رمضان وشهر أنزل فيه القرآن وهو شهر وجب صومه الرخصة صوم عدة من أيام أخر لمن كان مريضا أو على سفر شرح الكلمات الفرقان هو القرآن بيناتي الآيات الضلالة ضدها الهدى تنكرون ضده تشكرون الرحمة مضاف إليه مجرور بالكسرة وعلمة تجري الكسرة الظاهرة على آخره شهر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره لعلكم تشكرون فعل مضارع مرفوع بيثبتونه لأنه من الأفعال الخمسة والدلوى وضامير المتصل المبني في محل رفع فعل حرف من حروف الزيادة من ومع أفعال الخمسة تكملوا تكبروا تشكرون حرف من حروف التنبيه ها نمط النص وصفي حيث قام الله تعالى بوصف هذا الشهر الكريم ودليل على هذا استعمال الصفات والأفعال المضارعة أسلوب النص أسلوب خباري لأن النص احتمل الصدق أو الكذب حيث أصدق الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى محسن بديعي اليسر العسر طباق إيجاب محسن بديعي اليسر والعسر جناس ناقص محسن بديعي يريد لا يريد طباق سلب كتابة حوار جماعي حول هذه المبادرة إلى غير ذلك في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر